أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 2750 إصابة بفيروس كوفيد-19 وبلغ عدد المتعافين 8642 شخصاً فيما تم تسجيل 35 وفات خلال 24 ساعتنا الماضية و175 648 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون وخمسين ألف وثمانمائة وشخصين مقابل 24 مليون و639 ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين شخصاً تلقوا الجرعة الأولى وأشرت النشر إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون ومئة ألف وشخص ومئة وثلاثة وستين حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون وثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين حالة بنسبة تعاف تبلغ ثلاثة وتسعين في المئة فيما بلغ عدد الوفيات خمسة عشر ألفاً ومئة وسبعة وستين بنسبة فاتك تصل إلى واحد فاصل أربعة في المئة